وللحديث أكثر مشاهدين الكرام عن المساعدات الأخيرة للقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة يوم القرى للإغاثة في مدينة الموصل معناها تفياً من أربيل متحدث الإعلامي باسم منظمة يوم القرى الدكتور ناصر فهداوي حياكم الله دكتور ناصر ويعني عرفنا متفضلاً بتفاصيل هذه الحملة التي قمتم بها في شرقي مدينة الموصل هذه الحملة تقدمها منظمة القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بمناصبة شهر رمضان المبارك حيث تقدم المنظمة بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين سلسلة من الحملات اللغاثية لتقديم المساعدات الرمضانية في هذا الشهر القضيل للعائلات الناجحة في المخيمات وكذلك العائلات النازحة في مناطق المسلمين قدمت المنظمة بتعاون مع القسم الإغاثي في أهل تعلماء المسلمين خمسمات من حمالية لأهلنا النازحين في مخيمي الخازر ومخيم حفا الشهر السالي في منطقة الخازر شرق الموصل هذه الحملة من المسلسلة من الحملات الإغاثية حيث قدمتها في المخيمات وكذلك قدمت جهوداً إغاثية في مناطق النزوح مناطق السكن في عربيل ومزع في السلات الغدائية مع الارتصاع للمواد الغدائية البرورية للعائلة العراقية جهود مواصلة للمنظمة وحيئة علماء المسلمين لإعلان النازحين مناسبة هذا الشهر القضيل ماذا عن أوضع النازحين في المخيمات كيف ترونهم وتحديداً في مخيمي الخازر وحسن شام الثاني إلى أي مدى أيضاً باتت تمثل هذه المساعدات مورداً لهم ولو بجزء بسيط نحن في المخيمات تتساهم الظروفهم المعيشية بشكل وبصورة صعبة جداً وهم بحاجة إلى كل المستلزمات الإغاثية وكذلك مع انقطاع الدعم الإغاثي من المنظمات الإغاثية ومن المنظمات المسؤولة عن دعم إغاثة المعيشين لذلك هي تشكل شيء كبير بالنسبة لهم لهم ولأطفالهم لأنها تلدي بعض الاحتياجات الضرورية لهم في حياتهم اليومية هم باحتياجات كبيرة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وكذلك المساعدات المالية التي تعينهم على شراء بعض الاحتياجات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية إذن مع هذه الأوضاع الاقتصادية سيئة للاجهين ما أهمية استمرار هذه الحملات وهل هناك حملات أخرى تنون القيام بها لا سيما مع دخول شهر رمضان أسبوعه الثاني هذا الشهر الفضيل الذي تكثر فيه الصدقات الحملات مستمرة من قبل منظمة والقراء وكذلك هي علماء المسلمين في قسمها لغاثي ما زالت أعداد الناكحين هي نفسها وربما تزلت لبعض المخيمات لأنها تشكل تشكل توقع إنقاذ العائلة عندما تعود إلى منطقة تكنها الأصلي ولا تجد سبل العيش الكريم ولا تجد الظروف الآمنة للعودة الكريمة فإنها تلجأ مرة أخرى إلى المخيمات ولذلك تشعر منظمة من القراء وهي علماء المسلمين بهذا الواجب وبهذا الذي ينبغي أن ينفس عن العالم أجهة كريمة سعر الشهر المقرية نعم إذن شكرا جزيلا من أربيل متحدث الإعلامي باسم هيئتي باسم منظمة يوم القراء الدكتور ناصر الفهداوي شكرا جزيلا لكم